ازايوك يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل افكار المسائل اللي بتيجي على موضوع المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهرابي في ملف دائري احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن حساب كسافة الفيد المغناطيسي عند مركز الملف لما كان بمر جنبه سلك مستقيم هنيجي بقى النهاردة نشوف ان الملف عندي مش بمر جنبه سلك مستقيم واحد لا بمر عنده سلكين يعني الملف موضوع ما بين سلكين يعني دلوقتي لو عندي الملف ده طبعا بمر فيه طيار كهرابي وعندي سلك مستقيم من ناحية اليمين وسلك مستقيم من ناحية الشمال يبقى كده الملف عندي ما بين السلكين طيب لو فرضنا ان اتجاه الطيار اللي بمر في الملف بمر في عكس حركة عقارب الساعة يعني بيتحرك بالشكل ده طبعا احنا دلوقتي عاوزين نحسب كسافة الفيت عند مركز الملف الدائري لما ما كانش فيه سلك ده احنا في المرة الاولى كنا بنجي نحسب ازاي كنا بنقول ان السلك ده نتيجة مرور طيار كهرابي فيه بيولد مجال مغناطيسي بيأثر على الموطة دي فكنت بحسب كسافة الفيت المغناطيسي للسلك وبرده نفس الفكرة الملف الدائري ده نتيجة مرور طيار كهرابي فيه كان بيولد مجال مغناطيسي بيأثر عند النقطة دي وكنا نحسب كسافة الفيت المغناطيسي كنا بنقول لو الاتنين في نفس الاتجاه كنا بنجمعهم على بعض لو الاتنين في اتجاه مضاد لبعض كنا بنطرح الاتنين من بعض اطرح الصغير من الكبير دلوقتي بقى لما نجي نضيف سلك تاني موجود على الملف هعمل ايه؟ هنعمل بنفس الطريقة اللي كنا بنعملها في المرة الاولى هشوف تأثير كل حاجة على النقطة دي وبعد كده نحدد الاتجاهات ونشوف هنجمع مين مع مين ونطرح مين مع مين يعني دلوقتي مثلا لو عندي السلك ده كده بيتحرك فيه الطيار لفوق لو انا جيت اقبق قاعدة امبير ليد اليومنا هبصة لقى ان الابهام لفوق هلاقى ان باقي الاصابع بتشير لفين؟ هلاقى بتشير لخارج الصفحة او خارج الشاشة يبقى انا لو سميت كسافة الفيض عند السلك ده بي واحد يبقى كده بي واحد دي خارج الصفحة ممكن ارسمها كده عشان ما نساش اهي خارج الصفحة طيب نيجي بقى للملف ده الملف ده لشان احدد اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي اطبق قاعدة البريمة اليومنا طيب لو خليت اتجاه دوران البريمة في الاتجاه ده يبقى اندفاع البريمة هيبقى الفين؟ يبقى اندفاع البريمة هيبقى خارج الصفحة او برضو نحيتي كده من الشاشة طيب انا لو سميت انك كسافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهرابي في الملف بي اتنين يبقى كده بي اتجاه خارج للصفحة يبقى الغاية دلوقتي عندي ده خارج وعندي ده خارج طيب نيجي نشوف السلك ده السلك ده لو طبقت عليه قاعدة اليد اليومنا لامبير الابهام بيشير لفوق هلاقي ان باقي الاصابع بتاعتي بتشير كده يعني لداخل الصفحة او داخل الشاشة يبقى انا دلوقتي لو عندي كسافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهرابي في السلك التاني سميتها بي تلاتة هيبقى اتجاه بي تلاتة لداخل الصفحة هيبقى النقطة دي دلوقتي بيأثر عليها تلات مجالات اتنين خارجين وواحد داخل طب ابتدي بقى عاوز اجيب محصلة كسافة الفيض المغناطيسي عند النقطة دي هي البي توتل طيب البي توتل في الحالة دي هتساوي ايه؟ طبعا اكيد في حاجات هنترحها من حاجات علشان ابتدي اطرح احنا كنا بنقول علشان اطرح لازم احدد مين المجال الكبير ومين المجال الصغير طيب يبقى انا اعمل ايه دلوقتي المجالات اللي في اتجاه واحد نجمحها مع بعض يعني دلوقتي كسافة الفيض اللي هي بي واحد في نفس اتجاه كسافة الفيض اللي هي بي اتنين يبقى اجمع بي واحد زائد بي اتنين والاتنين دول كده يحتبر الدوني مركبة لخارج الصفحة وعند المركبة التانية اللي هي داخل الصفحة اللي هي بي ثلاثة بعد ما اعمل الخطوة دي ابتدي اشوف بي واحد زائد بي اتنين اكبر من بي ثلاثة ولا بي ثلاثة اكبر من محصلة الاتنين دول مع بعض طب لو انا لقيت ان بي ثلاثة اكبر من الاتنين دول مع بعض يبقى هقول ان البي توتل بتساوي بي ثلاثة ناقص افتح قوس بي واحد زائد بي اتنين يعني يبقى بالشكل ده طبعا لو انا دخلت الناقص جوه هتبقى عبارة عن بي ثلاثة ناقص بي واحد ناقص بي اتنين طيب لو في حالة ان بي واحد زائد بي اتنين هي الاكبر يبقى البي توتل هتبقى بي واحد زائد بي اتنين ناقص بي ثلاثة طيب لو جاب لي شكل تاني ادي نفس الملف ودي عندي سلك على يمين وسلك على الشمال بس الاتجاهات بتاعتهم مختلفة طيب لو اتجاه الطيار في الملف بيتحرك مع اتجاه حركة عقارب الساعة يعني في الاتجاه ده تعال نشوف محصلة كسافة الفيد المغناطيسي عند النقطة دي هنجيبها ازاي بنفس الطريقة ابتدي امسك السلك ده وطبق عليه قاعدة اليد اليمنى لامبير لو الابهام بيشير لتحت يبقى بقى الاصابع بتاعتي هتشير ازاي يبقى بقى الاصابع هتشير كده يبقى كده لداخل الصفحة او داخل الشاشة يبقى كده انا عندي دلوقتي بي واحد داخل الشاشة طيب نيجي للملف ده الملف لو طبقتي قاعدة البريمة اليمنى لو انا لفيت وتحركت في الاتجاه ده هلاقي ان اندفاع البريمة بتاعتي فين هلاقي اندفاع البريمة برضو لداخل الصفحة او داخل الشاشة يبقى كده عندي بي 2 برضو داخل الشاشة طب لو جيت هنا بقى للسلك ده لو انا طبقت قاعدة اليد اليمنى لامبير الابهام بيشير لفوق هبصة لاقي ان باقي الاصابع بتاعتي بتتحرك كده يبقى كده بقي داخل الصفحة يبقى انا لو سميت ده بي 3 يبقى بقي داخل الصفحة يبقى انا عشان احسب بي توتل بشوف المجالات كلها اللي بتأثر على النقطة كده اللي اثرت على النقطة دي بي 1 لجوة بي 2 لجوة بي 3 لجوة يبقى التلاتة مع بعض يبقى انا بجمعهم على بعض يبقى هنا البي توتل هتساوي بي 1 زائد بي 2 زائد البي 3 طبعا ممكن تبقى في احتمالات تانية انه لو غيرت اتجاه السلك ده هيطلع لي احتمال تاني وهكذا يبقى انا مهما كان عدد الاسلاك او مهما كان عدد الملفات او مهما كان اتجاههم احنا فهمنا دلوقتي احنا بنعمل ايه اي نقطة ابتدي اشوف تأثير كل حاجة عليها احدد القيمة بتاعتها والاتجاه وببتدي اشوف الحاجات اللي بتتحرك مع بعض في اتجاه واحد ببتدي اجمعهم مع بعض لو كل المجالات بتتحرك في اتجاه واحد يبقى محصلة كسافة الفيد المغناطيسي مجموع المجالات دي او مجموع كسافة الفيد لكل الاسلاك والملفات اللي موجودة عندي لو فيهم حاجات فيها اتجاه مضاد انا بشوف مين الاكبر ومين الصغير واطرح الصغير من الكبير نيجي مثلا لمسألة بتقول سلكان مستقيمان متوازيان وهو مديني طبعا الرسمة دي ادي سلكين متوازيان يمر بهم طيار 8 امبير و 4 امبير في نفس الاتجاه الاتنين في نفس الاتجاه والمسافة بينهما 10 سنتي يمس السلكان ملف دائري مكون من 5 لفات ويمر بيه طيار 7 امبير والملف والسلكان في مستوى الصفحة وطيار الملف ضد حركة عقارب الساعة احسب كسافة الفيت في المركز المشترك طبعا عشان نبتدي نحل قلنا نبتدي نكتب الحل ونزل كل المعطيات اللي موجودة عندي اول حاجة سلكان مستقيمان متوازيان يمر بهم طيار 8 امبير و 4 امبير هو ايه يبقى يبقى كده دلوقتي لو انا سميت السلك ده ايه وسميت السلك ده بي يبقى كده هيبقى عندي ايه بيساوي 8 امبير واي بيساوي 4 امبير تمام والاتنين بيتحركوا في نفس الاتجاه المسافة بينهم 10 سنتيه يبقى المسافة من السلك ده للسلك ده عبارة عن 10 سنتيه ايه المسافة ما بين السلكين احنا كنا بنسميها اكس يبقى دلوقتي عند الاكس بيساوي 10 سنتيه يمس السلكان ملف دائري مكون من 5 لفات قد الملف الدائري بيمس السلكين والملف ده مكون من 5 لفات يبقى عدد لفات الملف 5 يبقى كده ان بيساوي 5 ويمر به طيار 7 امبير 7 امبير بتمر بمين؟ بتمر داخل الملف يبقى كده ايه للملف بيساوي 7 امبير والسلكان في مستوى الصفحة يعني دول كلهم في مستوى واحد وطيار الملف ضد حركة عقارب الساعة يبقى الطيار بيتحرك في الملف ده في الاتجاه ده اللي هو ضد حركة عقارب الساعة طيب عاوز ايه بقى؟ عاوز احسب كسافة الفيض في المركز المشترك قادي المركز بتاعي بتاع الملف وده كده المركز اللي هو نص المسافة ما بين السلكين يبقى هو عاوز يحسب البي توتر قولنا عشان ابتدي احل اي مسألة من المسائل دي دلوقتي عندي السلك ده هيأثر على النقطة دي والملف ده هيأثر على النقطة دي والسلك ده هيأثر على النقطة دي طب ابتدي اجيب تأسير كل واحدة على النقطة دي وبعد كده نشوف محصلتهم بناء على الاتجاهات بتاعتهم يعني احنا لو جينا دلوقتي نحسب كسافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في السلك ده بس عند مين عند النقطة دي يبقى انا عشان اجيب بي اي اللي هو كسافة الفيض المغناطيسي بتساوي ميو اي اي على اتنين باي دي اي طبعا اي دي ار اللي هو رقم السلك او اسم السلك طبعا ده سلك مستقيم فيبقى القانون بتاعه اللي هو ميو اي على اتنين باي دي طيب ميو النفاذية المغناطيسية حيديها لي في المسألة الاية ده الطيار اللي بيمر في السلك اي اتنين باي رقم دي اي اللي هي المسافة العمودية ما بين السلك والنقطةVISA l اي ان اجيب عندها كسافة الفيض يبقى انا دلوقتي بتكلم عن اي مسافة بتكلم عن المسافة دي طب دلوقتي المسافة دي بتساوي كام هو قال لي ان الاكس بتاعته ب 10 سنتي واللاكس هي المسافة ما بين السلكين والنقطة دي في نص المسافة ما بين السلكين يبقى البعد عندي من النقطة دي لغاية السلك هتبقى نص العشرة سنتي ليه هتبقى بتساوي خمسة سنتي يبقى كده كل المعطيات اللي موجودة عندي هنا موجودة يبقى بالتالي أبتدي أعوض وأقول بتساوي الميو عبارة عن أربعة باي في عشرة أصناء السبعة اي اي بتساوي تمانية أمبير اتنين باي اهي اتنين باي دي ايه المسافة قلنا اللي هي هتبقى نص العشرة اللي هي هتبقى خمسة وهنا بالسنتي لازم أبتدي أحول بالمتر يعني أضربها في عشرة أصناء السبعة اتنين لو أنا عملت ده بالقالة الحسبة هتطلع بتساوي تلاتة واثنين من عشرة في عشرة أصناء السبعة ايه وحدة القياس أنا بجيب كسافة فت يبقى بالتسلا كده احنا جبنا المجالة المغناطيس الناشئ عن مرور طيار كهربي في السلك اللي هو اسمه ايه طب أبتدي أجيبه في السلك بي طب أكتب القانون يبقى بي 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 ساوي ميو اي بي على اتنين باي دي بي برضو أبتدي أعوج بنفس الطريقة الميو عبارة عن أربعة باي في عشرة أصناء السبعة اي بي اللي هو الطيار اللي بيمر في السلك التاني اللي هو بي اللي هو باربعة أمبير اهو أربعة على اتنين باي اهو اتنين باي الدي بي اللي هي المسافة العمودية ما بين النقطة والسلك يبقى احنا بنتكلم عاوزين المسافة دي والمسافة دي احنا لسه حسبنها ان النقطة دي في نص المسافة ما بين السلكين دول والمسافة دي كلها عشرة سنتي يبقى كده البعد ده عبارة عن خمسة سنتي يبقى كده خمسة في عشرة أصناء السبعة اتنين لو احنا جينا نجيبها بالقالة الحسبة هتطلع معي واحد وستة من عشرة في عشرة أصناء السبعة برضو كسافة فيض يبقى بالتسلا كده احنا خلصنا السلكين نبتدي نجيب بقى كسافة الفيض المغناطيس الناشئة عن مرور طيار كهرابي في الملف يبقى كده دلوقتي انا هجيب بي للملف طب بي للملف بتساوي ميو ان اي للملف على اتنين ار هبتدي بقى اعوض الميو عبارة عن اتنين باي في عشرة أصناء السبعة الان اللي هي عدد لفات الملف اهو ان قال لي بخمسة يبقى هي خمسة اي اللي بيمر في الملف اهي اي للملف بيمر سبعة أمبير يبقى هو سبعة على اتنين ار اتنين طبعا ار اللي هو نصف كطر الملف طب نصف كطر الملف ده عبارة عن ايه؟ مش البعد ده هو نصف كطر الملف والبعد ده احنا لسه حاسبينه اللي هو بيساوي خمسة سنتي يبقى هو البعد عبارة عن خمسة في عشرة أصناقص اتنين لما نحسب دي بالآلة الحسبة تطلع معي اربعة واربعين في عشرة أصناقص خمسة تسلة كده احنا جبنا كسافة الفيض المغناطيس الناشئ عن كل حاجة موجودة عندي طب عشان اجيب المحصلة هنا لازم ابتدي احدد اتجاهات كسافة الفيض طب عشان ابتدي احدد ابتدي بقى بوحدة واحدة انا عندي السلك اللي فوق لو ابتديت اطبق قاعدة اليد اليمنى لانبير لو الابهام بيشير في الاتجاه ده هبص الاقي ان باقي الاصابع بتاعتي هتبتدي تتحرك بالشكل ده يبقى كده لداخل الصفحة او داخل الشاشة يبقى خلاص تأثير بي ايه لداخل الصفحة طيب نيجي للسلك ده برضو اخلي الابهام بيشير في الاتجاه ده هبص الاقي ان اتجاه باقي السوابع بتاعتي بيتحرك كده يعني كده معنى كده ان هو لخارج الصفحة او لخارج الشاشة طيب بالنسبة للملف عشان اجيب اتجاه كسافة الفيض ابتدي اطبق قاعدة البريمة اليومنى لو خليت اتجاه ده وران البريمة في الاتجاه ده يبقى هبص الاقي ان اندفاع البريمة هيبقى الفين اندفاع البريمة هيبقى الخارج الصفحة او هيبقى الخارج الشاشة يبقى انا كده بقي عندي بي اي داخل لجوة وبيقي عندي البي بي لخارج الصفحة وبيقي عندي البي للملف برضو خارج الصفحة يبقى قولنا اول الحاجة ابتدي اعملها اجمع الحاجات اللي في اتجاه واحد بقي بي بي زائد بي للملف طيب بي بي زائد بي للملف هتساوي كام هتساوي الاربعة واربعين زائد واحد وستة من عشرة يبقى تطلع كام تطلع خمسة واربعين وستة من عشرة يبقى دلوقتي بقي عندي كسافة فيض خمسة واربعين وستة من عشرة في عشرة قص ناقص خمسة لخارج الصفحة. طب واللي داخل الصفحة قيمتها قد ايه? تلاتة واتنين من عشرة في عشرة قص ناقص خمسة كسلة. طب علشان اجيب المحصلة يبقى هطرح مين من مين? قلنا بنطرح الصغير من الكبير. يبقى هيبقى محصلة الاتنين دول ناقص كسافة الفيض الناشئ عمرور طيار كهربي في السلك ايه? يبقى كده البي توتل عندي هيساوي بي للملف زائد بي بي اللي احنا جمعناهم في الاول مع بعض. ولقينا القيمة بتاعتهم اكبر من البي ايه. عشان كده كتبنا دول وطرحنا منهم البي ايه. اهو ناقص البي ايه. ابتدي بقى اعود. يبقى بتساوي اربعة واربعين في عشرة اص ناقص خمسة. مجموع عليها الواحد وستة من عشرة في عشرة اص ناقص خمسة. نطرح منهم تلاتة واثنين من عشرة في عشرة اص ناقص خمسة. نيجي الفكرة تانية ومسألة تانية بتقول سلكان مستقيمان اي و بي. المسافة بينهما واحد متر. يمر في السلك ايه طيار اربعة وخمسة من عشرة امبير. ويمر في السلك بي طيار واحد ونص امبير. في نفس الاتجاه. وضع ملف دائري في نفس مستوى السلكين مكون من لفة واحدة. ونصف قطره عشرة باي سنتيمتر. وكان مركز الملف يبعد عن السلك ايه مسافة نص متر. كما بالشكل. ما مقدار واتجاه الطيار المار في الملف الدائري. بحيث تصبح كسافة الفيض المغناطيسي عند مركزه تساوي سفر. طيب عشان نبتدي نحل احنا قولنا نبتدي نكتب الحل وننزل كل المعطيات اللي موجودة عندي. اهو سلكان مستقيمان ايه وبي. ادي السلك ايه وسلك بي. طبعا هو مديني الشكل ده. المسافة بينهما واحد متر. او يبقى ممكن ابتدي اعمل السهم كده. واكتب المعطيات عليه اللي هو واحد متر. او ممكن اكتب بتساوي واحد متر. يمر في السلك ايه طيار اربعة ونص امبير. يبقى الطيار اللي بيمر في السلك ده اربعة ونصص امبير. يبقى اي اي بيساوي اربعة ونص امبير. ويمر في السلك بيه concret一 1.5 أمبير يبقى كده I B بيساوي 1.5 أمبير في نفس الاتجاه أهو الاتنين بيتحركوا الفوق وضع ملف دائري في نفس مستوى السلكين يبقى كده كلهم في مستوى واحد وكده هم في مستوى الورقة مكون من لفة واحدة يبقى عدد لفاته N بيساوي 1 ونصف قطره 10 باي سنتي نصف قطره يبقى المسافة من مركز الملف لغاية هنا دي عبارة عن 10 باي سنتيمتر اللي هي R بتساوي 10 باي سنتيمتر وكان مركز الملف يعني النقطة دي اللي هي مركز الملف يبعد عن السلك A عن السلك ده مسافة نصف متر يبقى أنا دلوقتي عندي المسافة من هنا لغاية هنا بقيب نصف متر طيب نيجي دلوقتي لو المسافة من هنا لهنا نصف متر والمسافة الكلية دي واحد متر يبقى كده المسافة من هنا لغاية هنا تبقى كام يعني البعد من دي لغاية السلك ده هتبقى كام تبقى واحد متر ناقص نصف متر يبقى برضو هتطلع لنصف متر يبقى دلوقتي احنا اول حاجة عرفناها ان السلكين دول بعدهم عن المركز متساوي ده بيبعد نصف متر والسلك ده بيبعد نصف متر ما مقدار واتجاه الطيار المار في الملف الدائري عاوز ان نشوف اتجاه الطيار ومقدار يبقى انا عاوز احسب I للملف بحيث تصبح كسافة الفيض المغناطيسي عند مركزه عاوزه عند المركز هنا تساوي سفر يبقى عاوز البي توتل بيساوي سفر طيب قلنا عشان نبتدي نحل اشوف تأسير كل سلك موجود عندي او ملف على النقطة اللي انا عاوز احسب عندها كسافة الفيض المغناطيسي طيب معنى ان البي توتل بيساوي سفر يبقى كده محصلة بي اي مع بي بي مع بي للملف هتساوي سفر طيب تطع الاول نجيب بي اي عشان نجيب البي اي يبقى البي اي بتساوي ميو آي اي على 2 باي دي اي طيب نبتدي نعوض الميو عبارة عن 4 باي في 10 أسنة السبعة مضروبة في اي 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 انا عندي اي 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 بربعة ونص أمبير على 2 باي مضروبة في الدي اي اي الدي اي هو البعد العمودي ما بين النقطة اللي انا عاوز اجيب عندها كسافة الفيد والسلك اللي هي المسافة دي. اللي قلنا هي هي المسافة ما بين مركز الملف والسلك ده اللي هي حسبناها او هو الدهالنا بنص متر. يبقى اهي نص طبعا عشان متر مش هضرب في عشر قص ناقص اتنين. لو انا حسبت دي بالقالة الحسبة هبصة لها بتساوي تمنتاشر في عشر قص ناقص السبعة. وطبعا عند كسافة فيض يبقى بوحدة التسلا. يبقى كده جبنا خلاص بي ايه اللي بيأثر على النقطة دي. طب دلوقتي عاوزين نجيب تأثير السلك التاني اللي هو بي بي. يبقى البي بي بي ساوي ميو اي بي على اتنين باي دي بي. نبتدي نعوض الميو عبارة عن اربعة باي في عشرة قص ناقص السبعة. اي بي اللي هو شدة الطيار الماشي في السلك بي اللي هو واحد ونص امبير. على اتنين باي اهي اتنين باي. الدي بي اللي هي المسافة العمودية ما بين النقطة دي والسلك. احنا قلنا لسه حسبينها المسافة دي طلعت عندي بنص متر. يبقى هي نص ومش بدرب في عشرة قص ناقص اتنين لانها بالمتر. لو انا حسبت دي بالقالة الحسبة هتطلع عندي ستة في عشرة قص ناقص سبعة تسلا. طيب دلوقتي المفروض ان الملف ده بيأثر على النقطة دي. بس هو اساسا عاوز يحسب اي للملف. طبعا انا مش عارف اتجاهه لغاية دلوقتي. ممكن دلوقتي ابتدي اجيب محصلة كسافة الفضل المغناطيسي الناشئ عن السلكين دول. اللي هو بي اي وبي بي. طبع عشان ابتدي احدد المحصلة لازم احدد الاتجاه. طيب عشان ابتدي احدد الاتجاه دي ابتدي اطبق قاعدة اليد اليمنى لانبير على السلك اي. لو خليت الابهام بيشير لفوق. هبص الاقي ان باقي الاصابع بتبتدي تتحرك في الاتجاه ده. يبقى معنا كده ان هو عند النقطة دي هيبقى كانه خارج الصفحة. او خارج الشاشة. طب لو جيت عند السلك ده وطبقت قاعدة اليد اليمنى لانبير الابهام بيشير لفوق. هبص الاقي ان باقي الاصابع بتتحرك كده. يعني لداخل الشاشة. يبقى بقي عندي ده للخارج. وبيقي عندي ده للداخل. ظلامة الاتنين متضدين. كنا بنقول لازم احدد من الكبير ومن الصغير. عشان اطرح الصغير من الكبير. بي ايه بطمنتاشر في عشرة الصناق السبعة. بي بي بستة في عشرة الصناق السبعة. يبقى كده البي ايه هي الاكبر. يبقى انا لو حبيت اجيب المحصلة هنا نتيجة مرور طيار كهربي في السلكين. يبقى هقول ان البي للسلكين بتساوي بي ايه ناقص بي بي. يبقى دي بتساوي تمنتاشر في عشرة الصناق السبعة. ناقص ستة في عشرة الصناق السبعة. تطلع بتساوي اتناشر في عشرة الصناق السبعة. بي ايه برضو انا كسافة فيد يبقى بتسلا. يبقى خلاص السلكين دول كده يحتبر عملولي كسافة فيد مقدارها اتناشر في عشرة الصناق السبعة في اتجاه السلك الاكبر. اللي هو اتجاه بي ايه. يبقى بي ايه كده? يبقى كده المحصلة بتاعتهم بقيت لخارج الصفحة. يبقى انا دلوقتي عندي الاتنين دول اختزلناهم بمحصلة واحدة اسمها بي للسلكين واتجاهها لخارج الصفحة. وده المقدار بتاعها. طب عشان تحصل هنا نقطة تعادل او البي هنا تبقى بتساوي سفر. يبقى المفروض اتجاه المجال المغناطيس الناشئ عن مرور طيار كهربي في الملف يبقى الفين. طبعا لو بقى البرة يبقى كده هجمعهم. يبقى مستحيل محصلة كسافة الفيض تبقى بسفر. يبقى لازم اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي هنا تبقى لداخل الصفحة. عشان لما اترحهم من بعد تبقى المحصلة بسفر. طيب علشان تبقى اتجاه خطوط الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في الملف لجوه. يبقى اتجاه الطيار هيبقى ايه? ابتدي اطبق قاعدة البريمة اليمنى بس بالعكس. انا عاوز اندفاحها الجوه. طب عشان يبقى اندفاحها الجوه يبقى هتبقى اتجاه الدوران بتاعي فين? هيبقى اتجاه الدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة بالشكل ده. اهو لو انا اتحركت بالشكل ده هبصة لاندفاع البريمة لداخل الصفحة. يبقى الاتجاه بتاعي اتجاه الطيار اللي بيمر في الملف في اتجاه حركة عقارب الساعة وكده احنا جبنا اول مطلوب. طب المقدار بتاعه بيساوي ايه? المقدار بتاعه يبقى كده بي للملف بيساوي بي للسلكين اللي هو المحصلة بتاعته اللي هنا. يبقى هذا يؤدي الى ان بي للملف اللي هي ميو ان اي للملف على اتنين ار. بتساوي المحصلة بتاعت السلكين اللي هي اتناشر في عشرة قصة السبعة. طيب نبتدي نعوض هنا ميو اللي هي اربعة باي في عشرة قصة السبعة. ان هو قال لان عدد لفاته واحد لفة. اي للملف هي اللي انا عاوز احسبها. اتنين اهو اتنين. الار هو الار هو مدهالي هنا اللي هي عشرة باي سنتي. يبقى دي عشرة باي. احولها من سنتي المتر يبقى اضربها في عشرة قصة اتنين. طبعا ده كده بيساوي اتناشر في عشرة قصة السبعة. لو انا حبيت اجيب اي للملف طبعا اي للملف هتساوي ايه? هتساوي اتناشر في عشرة قصة السبعة مضروبة في اتنين مضروبة في عشرة باي في عشرة قصة اتنين على اربعة باي في عشرة قصة السبعة. يبقى لو حسبتها بالالة الحسبة اطلع ان اي للملف بتساوي ستة من عشرة وطبعا ده تشد الطيار يبقى وحدة القياس بالانبير. لو احنا فهمنا الفكرة كويس هنعرف نتعامل مع اي مسألة ونبتدي ناخدها واحدة واحدة. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده. وعاوزكم تحلوا كل المسائل اللي موجودة على الملف الدائري. وان شاء الله برضو مش هتوقف معاكو اي حاجة. وانتظروني الفيديوهات تانية ان شاء الله.